محيط المربع والمستطيل والمثلث إذن لنفهم ونطبق قامت كل من الدعسوق والحلزون والنملة بدورة كاملة حول الشكل لنحسب المسافة التي قطعتها كل منها أيهما قطعت أطول مسافة أحددها بعلامة X إذن النملة قامت بدورة كاملة على هذا المستطيل فكم قطعت ثم الحلزونة قامت بدورة كاملة على هذا المثلث فكم قطعت ثم الدعسوق قامت بدورة كاملة على هذا المربع فكم قطعت إذن لحساب كم قطعت النملة يجب أن نحسب محيط المستطيل وحساب محيط المستطيل القاعدة التي نطبقها هي الطول زائد العرض مضروب في اثنان المحيط نرمز له بالرمز P وهذا P تعني وقاعدة التي نطبقها هي الطول زائد العرض مضروبة في اثنان بمعنى الطول هذا زائد العرض ونضربه في اثنان حيث لدينا طول واحد اخر وعرض واحد اخر لنطبق الطول هنا هو عشرة والعرض هو ثمانية إذن نضع عشرة زائد ثمانية وقلنا نضربها في اثنان مضروبة في اثنان تساوي ستة وثلاثون سنتيمتر محيط هذا المستطيل هو ستة وثلاثون سنتيمتر وهي نفس المسافة التي قطعت النملة الآن سنتقل إلى الحلزون هذا مثلت ومحيط المثلت هو الضلع زائد الضلع زائد الضلع بمعنى نضرب هذا الضلع مثلا فإذا ا نعتبر هذا ا زائد الضلع بي زائد الضلع سي إذا سنطبقه غلقه هنا لدينا احد عشرة سنتيمتر سنقوم بمعنى احد عشر زائد تسعة زائد تسعة تساوي عشرون زائد تسعة تساوي عشرون زائد تسعة تساوي تسعة وعشرون سنتيمتر إذا الحلزون قطعت تسعة وعشرون سنتيمتر ثم هنا هذا الدوع سوق دارت حول المربع والمحيط المربع المربع عنده نفس طول قياس نفس الضلع إذا نفس القياس هنا 8 هنا 8 هنا 8 وهنا 8 وهنا 8 لأن الأضلع دياله متقيسة وبالتالي نقول الضلع مضروب في 4 بمعنى ندر الضلع طول الضلع وهو ثمانية هذه الضلع ثمانية ثمانية في 4 تساوي 32 ماتر هكذا نحسب محيط المربع بالتالي نريد أن نرى قطعة أطول مسافة كالقوم النملة قطعة 36 سنتيمترا الحالة 29 سنتيمترا والدع سوق 32 إذا قطعة أطول مسافة هي النملة حيث قطعة 36 سنتيمترا وبالتالي نضع العلامة هنا ننتقل إلى التمرين الأول أمرر بالأحمر على محيط كل شكل ثم أحسب هذا المحيط بالسنتيمترا إذا سنمرر بالأحمر على محيط هذا الشكل إذا سنمرر عليه الأحمر إذا من هنا هذا هذا أيضا من هنا أيضا ثم من هنا ومن هنا أيضا ونرجع إلى النقطة التي نطلقنا منها إذا هذا هو المحيط هذا الشكل ثم هذا الشكل محيطه هكذا هذا هو المحيط الذي نمرر عليه بالأحمر هو المحيط ثم هذا الشكل محيطه كما يلي على شكل ونرجع إلى النقطة التي نطلقنا منها إذا هذا هو المحيط من كل شكل ومعنى أن نتحرك على محيط من كل شكل إذن من هنا لهنا عندي واحد سنتيمتر سنحسبه إذن نطلق من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 إذن هذا الشكل هذا فالمحده هو ثمانية عشر سنتيمترا ثم هذا نبدأ من هنا إذن هذه هذه القيس هذك يسوي واحد سنتيمتر إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 إذن هذا الشكل المحده هو ستة عشر سنتيمترا ثم نشوف هذا إذن من هنا لهنا قلنا واحد سنتيمتر إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنان عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر إذن المحيط ديل هذا الشكل هو ثمانية عشر سنتيمترا إذن سنضع علامة أمام الأشكال التي لها نفس المحيط إذن هذا عنده تمنتاش وهذا تمنتاش إذن سنضع علامة هنا وعلامة هنا بينما هذا لديه نفس المحيط أصدقه إذن محيط مضلعين هو مجموع قياسات أضلعه محيط ديل هذا المضلع هو مجموع ديل قياسات الأضلع دياله مثلا المثلت المحيط دياله هو هالضلع زائد هالضلع زائد هالضلع ثم الضلع زائد الضلع ثم لإدخاب هو الضلع يعني طول في الضلع عندنا طول الاخر و يحد raft يعني إما نجد الطول زائد العرض و زائد الطول و زائد العرض أو للطول زائد العرض منضروب في إثنان وهالقواعد هم عندنا هنا إذن تمريد ثاني المثلث ABC متساوي الأضلاع عنده نفس القياسات مثلا هنا ستكون عنده 10 هنا 10 هنا 10 إذن عنده هنا 10 هتا هنا 10 وحتا هنا 10 سنتيمتر ألون البطاقة التي تمكنني من حساب محيطه إذن هذه المثلث مدام أن أضلاعه متقاييسة ممكن وشغن ديره 10 زائد 3 أم 10 في 3 أم 10 نقص 3 إذن بالضرورة فغن ديره 10 في 3 أو كان ممكن ديره 10 زائد 10 زائد 10 إذن 10 زائد 10 في 3 فهي تساوي 30 سنتيمتر وهو محيط هذا الشكل إذن هذه البطاقة اللغادي اللون ثم التمرين الثالث أحسب محيط كل من المربع والمستطيل إذن عندي هذا المربع هذا طوله دلعه 6 سنتيمتر إذن لك أنت هنا 6 سنتيمتر حتى هنا ستكون 6 وحتى هنا 6 وحتى هنا 6 سنتيمتر والمحيط ديالو هو الضلع في 4 إذن بمعنى 6 في 4 إذن ندير المحيط ديالو بي اللي هو البرمتر هو 6 في 4 فهي تساوي 24 سنتيمتر ثم المستطيل المستطيل عندنا طوله 10 سنتيمتر وعرضه هو 4 سنتيمتر والقاعدة ديالو قننا هي الطول زائد العرض مضروب في 2 إذن الطول هو إذن المحيط ديالو هو 10 زائد 4 مضروب في 2 إذن 10 زائد 4 تساوي 14 في 2 تساوي 28 سنتيمترا إذن هذا هو محيط هذا المستطيل التمرين الرابع أحسب محيطاً مثلت المتساوي الأضلع إذن عندنا هاد الشكل كما ترون فيه مربع طول الضلع 20 سنتيمتر ثم هذا المستطيل طول الضلع 20 أو طوله 20 سنتيمتر بينما محيط هذا المحيط هذا المربع هو 20 سنتيمتر إذا كان محيط 20 سنتيمتر كم سيكون طوله 20 سنتيمتر سنقسمها على 4 تقوم بقى 5 5 سنتيمتر هنا هنا 5 سنتيمتر هنا 5 سنتيمتر هنا 5 سنتيمتر هنا 5 سنتيمتر فهذا الضلع المثلت ستكون لديه خمسة سنتيمتر ولكن مثلت متساوي الأضلع ستكون لديه حتى هنا خمسة سنتيمتر وحتى هنا ستكون لديه خمسة سنتيمتر إذن كي نحسب محيط هذه المثلت المتساوي الأضلع ستكون لديه خمسة مضروبة في ثلاثة تساوي خمسة عشرة سنتيمتر أو لا ممكن لديه القاعدة الأخرى وهي الضلع زائد الضلع خمسة زائد خمسة زائد خمسة وحتى هنا ستكون لديه خمسة عشرة سنتيمتر إذن نحسبها بطريقتين مختلفتين السؤال الخامس قام ممثل تجاري يقطن بقصب التادلة بجولة في المدن الثلاثة من حوله للترويج لإنتاجه أحسب أقصر مسافة قطعها الممثل التجاري خلال جولته بين هذه المدن إذن هذا الممثل التجاري قطع مسافة بين هذه المدن الثلاثة في جولته إذن من قصب التادلة إلى بني ملال قطع 32 كم ومن بني ملال إلى تاكزيرت 28 كم ومن تاكزيرت إلى القصبية 22 كم ومن تاكزيرت إلى قصب التادلة 28 كم ومن القصيبة إلى قصب التادلة 30 كم إذن ما هي أقصر مسافة قطعها هذا الممثل التجاري من بين هذه المسافات إذن كما نلاحظ فهذا الممثل التجاري قام بجولتين الجولة الأولى مثلا من قصب التادلة إلى تاكزيرت ثم إلى القصيبة إذن الجولة الأولى سنحسب كم قطع فيها إذن قلنا من قصب التادلة إلى تاكزيرت 28 كم زائد من تاكزيرت إلى القصيبة 22 كم زائد من القصيبة العودة إلى قصب التادلة 30 كم إذن كم قطع هنا؟ إذن 28 زائد 22 تساوي 50 زائد 30 تساوي 80 إذن قطع في الجولة الأولى 88 كم ثم نرى الجولة الثانية إذن الجولة الثانية أيضا من القصيبة إلى بني ملال 32 كم ثم من بني ملال إلى تاكزيرت 28 كم ثم من تاكزيرت والعودة إلى قصب التادلة 28 كم إذن 32 زائد 28 تساوي 60 زائد 28 تساوي 88 كم إذن الجولة المطلوب منها أن نحسب الجولة الأقصر التي قطع فيها أقصر مسافة إذن الجولة التي قطع فيها أقصر مسافة هي بين قصب التادلة وتاكزيرت والقصيبة إذن التمرين السادس أراد علي وضع إطار خشبي لهذا الرسم الجميل أحسب طول الخشبي الذي يلزمه لذلك هذا الرسم هذا فهو عبارة كما تلاحظون عن مستطيل هذا المستطيل طوله هو 35 سنتيمترا وعرضه هو 25 سنتيمترا إذن إذا أريد أن يقوم بإطار خشبي كامل يلزم من هنا هذا يكون لديه إطار خشبي بشكل هذا كي نعرف كيفية طول الخشبي يجب أن نحسب المحيط المستطيل يجب أن نحسب المحيط المستطيل طول زائد العرض في إثنان إذن 35 زائد العرض 25 مضروبة في إثنان إذن 35 زائد 25 فهي تساوي 60 60 في إثنان تساوي 120 سنتيمترا إذن طول الخشب الذي يلزمه هو 120 سنتيمترا إذن طول الخشب الذي يلزمه هو 120 سنتيمترا التمرين السابع أحسب محيط كل من المربع والمثلاث إذن هذا المربع هذا فطول الضلع هذا هو 6 سنتيمترا ومدام أنه مربع الأضلع دياله متقايصة ستكون عنده حتى هنا 6 سنتيمترا وهنا 6 سنتيمترا وهنا أيضا 6 سنتيمترا وهذا المثلث يقول أنه مدام أنه متقايصة ستكون عنده حتى هنا 6 سنتيمترا حتى هنا 6 سنتيمترا حيث يقول أنه الأضلع متقايصة وهذا العالم نفس الشيء إذن حتى هنا ستكون 6 سنتيمترا إذن محيط المربع محيط المربع قلنا هو الضلع في 4 بمعنى 6 طول الضلع هو 6 مضروب في 4 تساوي 24 سنتيمترا ومحيط المثلث 6 ستة 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 إذن ستكون 6 في ثلاثة إذن 6 في ثلاثة تساوي 18 سنتيمترا انتهى موسيقى